نروح أيضاً لتغريدة أخرى هذه التغريدة للأهالي من حساب نوعات 24 يقول فيها طفل عمر عام يتسوق إلكترونياً مو بس كذا يطلب أثاث منزل لعائلته في نيوجيرسي بألفين دولار من هاتف والدته والتي فوجئت بوصول بضائع لباب منزلها وكانت تنوي شراءها لاحقاً ما دفع الأم طبعاً لوضع كلمة مرور لمنع تكرار هذه المفاجأة يعني هذا الطفل اللي فعلياً جاب العيد في أهلا والصراحة هذه المشكلة واجهت كثير من الأهالي سواء في الغرب أو حتى من العرب عشان كذا لازم تنتبهوا إذا عطيتوا عيالكم التليفونات أنا من رأيي ما ينفع أصلاً طفل في سن صغير جداً أن يمسك الجوال عموماً ربي يعين الأهل على الحركات هذه مو بس ترى يشتروا أونلاين أحياناً يدخلوا يصوروا فيديوهات وينزلوها على سناب أو ينزلوها على مواقع التواصل الاجتماعي فانتبهوا وكونوا حريصين جداً على أبناءكم هذه كانت ختاميتنا للجولة الأولى ولكن مستمرين معاكم حبيت جولة أولى حسيت أني في مصارعة ملاكمة عموماً بعد الفاصل الألعاب تتصدر اهتمام الشباب في فعالية جلوبال جيم جام موسيقى 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 اشتركوا في القناة